أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الطور وكية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تبور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبونا فسحر هذا أنتم لا تنصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم الفاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متقين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل من بما كسب رهين وأنددناهم بفاكهة ولحن مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نؤلوا مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله لبل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا من دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحب ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم